نشغل المصريون من رواد وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الاخيرين بقضية عرفة واقعة الممرض والكلم بدأت القضية بانتشار مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووصلت الى قرارات وتعليقات من النيابة العامة ودار الافتاء ووزارات الصحة وتعليم العالي وغيرها من الجهات المسؤولة فما تفاصيل القضية اظهر الفيديو من عرفة فيما بعد انه طبيب واستاذ جامعي معروف وهو يهين ممرضا كبيرا في السن لفذيا وجسدي بمساعدة شخصين اخرين تبين ان احدهما طبيب ايضا يفهم من الفيديو ان الطبيب كان يعاقب الممرض لانه اهان كلبه فطلب منه القفز على حبل يمسكه شخصان الاخران ويضربه بالعصن اذا اخطأه من ثم يحاول شخصان المصاحبان للطبيب الليف في حزام حول الممرض لجعله يرقص فيرفض قائلا يكفي اهانه لن ارقصه ثم يطلب الطبيب من الممرض السجود لكلبه فيرفض الممرض ويطلب الاكتفاء باداء سلام معظم للكلب ويفعله بعد ذلك يذكر الطبيب الذي يبدو انه من كان يصور الفيديو القرية التي ينحدر منها الممرض بالفاظ مهينة المقطع الذي لن ننشره في هذا التقرير حفاظا على خصوصية من فيه ومراعاة لمشاعر المتضرر اثار غضبا كبيرا في مصر وخارجها وعلى اثر ذلك فتحت النيابة العامة المصرية تحقيقا في الواقع وامرت النيابة بحبس الطبيب وموظف بمستشفى خص اربعة ايام احتياطي على ذمة التحقيقات وضبط واحضار طبيب اخر كما وجهت النيابة للمطلوبين تهما لتنمر على ممرض بالمستشفى شرطة ممن لهم سلطة عليه شرطة بالقول واستعراض القوة قبله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه بقصد وضعه موضع السخرية والحط من شأنه في محيطه الاجتماعي فضلا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة وازدراء احد الاذيان السماوية وتعدهم على المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري ونشرهم عن طريق شبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرا مرئي ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه واستخدامهم موقعا وحسابا خاصا على شبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم النقطة كما جاء في بيان النيابة العامة ترجمة نانسي قنقر